هناك بعض الأدلة هناك البعض ممن استعمل الأوبئة كلعبة حرب ثم قالوا إن الرد على لعبة الحرب هو بزيادة السيطرة على المجتمع إذن هناك أمثلة هناك أدلة لا شك فيها مثل النموجة الصيني ونظام القرض الاجتماعي الذي أعجب به أشخاص مؤثرون في الغرب وحتى في العالم أي فكرة أن تحصل على نقاط لكونك مواطنا جيدا وتسلب منك نقاط إذا لم تكن كذلك كل هذه الأمور موجودة أنا لا أؤمن بالضرورة أن بداية الوباء كانت متعمدة ردا على سؤالك ولكنني أعتقد بأنه تمت المبالغة والرد على الوباء كان مفرطا وأتى بنتائج عكسية وقبل كل شيء كانت أزمة تم استعمالها لفرض مستويات من السيطرة على حياة الناس والتي تتنافى مع القيم التي نؤمن بها نحن الأوروبيين إنه مناف للقيم الأوروبية إذا لم تستطع الذهاب لدفن أمك أو مقابلة أصدقائك وغيرها هذه الأمور متشددة للغاية ترجمة نانسي قنقر